موسيقى اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جمالك مع صار المهدي خلصنا رمضان وكمان حللنا بكحك العيد وكاننا بسكوت كتير وعرفنا ان احنا في رمضان كان في الفطار والسحور التغذية بتاعتنا ما كانتش سليمة قوي وفي العيد كان فيه كحك كتير وكربوهيدرس ونشويات كتير وبرضو التغذية ما كانتش سليمة قوي بنات كتير وستات كتير بيبعتوا لي على الصفحة دكتورة صار المهدي عندنا مشاكل كتيرة جدا مع الشعر عندنا تساقط عندنا هاشان عندنا جفاف عندنا خشونة وكمان دخلنا على فصل الصف والمشاجل دي بتكتر وتزيد النهاردة هكلمكم في جميع مشاكل الشعر وكمان جايبا لكم الحل الأمثل لعلاج مشاكل الشعر خلونا نبتدي بأول مشكلة أكتر الناس أو أكتر متابعين بيكلموني دايما عنها هي تساقط الشعر تساقط الشعر بيبتدي في الأول يبقى تساقط غزير بنبتدي ان احنا نفقد كمية كبيرة من فروة الشعر يبتدي يظهر عندنا الفراغات الفراغات بتواجه بنات وولاد وشباب رجالة وستات كلنا بنعالي من تساقط فبالتالي الفراغات ما بتعرفش الفرق ما بين الراجل والست فتلاقي واحدة بنت بنوتة عندها 18 سنة دكتورا عندي فراغات في أول الشعر كبيرة جدا عندي تساقط غزير جدا طب هنعالج الحاجات دي ازاي طريقتين دايما بقول ان دايما علاج الشعر بيبتدي بالتغذية بفروة الشعر يعني ايه فروة الشعر؟ يعني المالتي فيتامينز الفيتامينيات والمعايدن اللي بتبقى موجودة في الدم وبتبتدي تتوجه ليه جميع مناطق الجسم واهمهم فروة الشعر طب انا اعمل ايه دكتورا؟ اكل ايه مناسب ليه التغذية السليمة للشعر؟ لازم تاكلوا فيتامينز كويس جدا فيها فيتامينز سي وإيه وإيه لازم كمان نهتم بيه الأغذية والخضروات والفاكهة المحتوية على الحديد وإيه كمان يا دكتور؟ والزنك والألمونيوم والكبر كل المعايدن وكل الفيتامينز مهمة للشعر هل كمان فيه فيتامينز تانية؟ فيه فيتامين بي 12 وبي 3 وبي 6 يعني بي كومبليكس كلها مهمة للشعر وفيه بقى تريند زهر فاينالي كده بنات كتير بقت مهتمة به وهو البيوتين ايه دكتورا صار البيوتين ده؟ البيوتين هو الهام لبناء الشعر لتكوين الشعر وطوله كسفت الشعر اللي كل البنات بتحلم به دكتور انا شعري نحيف دكتور انا شعري للأسف بيتسقط بس انا حاسة انه مش طويل طب اطول شعري وكسفه ازاي؟ بالبيوتامينات بالبيوتين عشان كده النهارده قلنا اول حاجة نبتدي بها لعلاج مشاكل الشعر المالتي فيتامين جايبالكو النهارده اختراع ايه هو الاختراع؟ كل البنات بتقول انا بطني بتوجعني يا دكتور من البيوتامينز انا الدكتور انا عندي قرحة في المعدة فعندي مشاكل كتير في البالعة بنت تقولي انا بنسى يا دكتور اخد الحباية طعمها بيمرر اصلا انا مبفطرش طب هل ينفع اخدها على اقدار المعدة؟ فيه المادة الفعالة اللي كلنا بنحلم بها هو البيوتين وتركزها 10,000 مايكرو جرام لازم تتأكد ان اي منتج انت بتاخده لازم يكون فيه المالتي فيتامين فيه بي 12 بي 12 بي 6 بي 3 نايسين فيه فيتامين اي و سي و اي اللي هي المضادة للأكسادة فيه كمان مادة الفعالة البيوتين البيوتين هو اللي بيدي للشعر كسافة هو اللي بيخش في تصنيع واعادة تكوين كولوجين وكرة الشعر فبالتالي الشعر هي تطلع سميكة صلبة قوية فكل الفايتامينز دي او المعدة اللي انا قلت موجودة فيه لازم تكون مهمة جدا موجودة معاك فيه المنتج اللي انت بتاخده طب يا دكتر هو مالتي فيتامنز طب يا دكتر ده بيتاخد ازاي؟ بيتاخد أورال؟ اه احنا بناخده أورال في البيوتين فيه كل الفايتامينز دي وكمان كاندي يعني ايه كاندي يا دكتر؟ يعني جمز يعني ايه يا دكتور برضه؟ يعني مش بيتبلع بيتمص زي البنبوني طعمه حلو جدا ومسكر فانت مش هتحسه بأي مشاكل فانتو بتاخدوها في المعدة متحسوش بأي مشاكل في الجهاز الهضمي ما بتحسوش بأي مشاكل في الجهاز الهضمي كله أو المعدة أو تحسو ان انتو مسا عايزين اللي هو الناس اللي بتتميلقه وبيشجعك تاخذ الجرعة المزبوطة للمنتج يعني ايه يا دكتور يعني هيخليكي ما تنسيش انك تاخد من اتنين لتلات حبات اللي هما الجامز أو الكاندي اللي بتقال عليه الحلوة المسكرة في اليوم طب دكتور ده هيبين تأثيره من قده من اول شهر بس خلينا نتفق ان دايما علاج الشعر عامل زي النبات النبات بتجيبي نبتة صغيرة بتفضلي ترعيها بتحطيها تحت كونديشنز وشوريط معينة مهمة جدا لبناء شعر كويس النبات يطلح كويس بتحطيه المياه الكافية التربة المليانة نيوترينس المليانة مواد قوية لانماء الفكهة والخضر اللي موجود في النبات ده بتفضلي ترعيه فترة طويلة لغات ما تطلع شجرة سميكة قوية سبتة في الارض هو ده تمام علاج الشعر لازم برضو اكون مهتمة بيه الشعر التاعي تحت الكونديشن والشروط اللي احنا متفقين عليها طب يا دكتور ايه هي الشروط والكونديشنز اللي احنا نتفق عليها لعلاج الشعر او عشان احفز على شعري حاجتي اول حاجة لازم تعرفوا ايه مكون الشعر دي الشعرية اللي بنقول عليها الهير شفت اللي هي طلعت من بصيلة الشعر طلعت من سطح الجلد دي اسمها الهير شفت تاني حاجة هي بصيلة الشعر اللي موجودة تحت سطح الجلد اللي بيجيلها الامداد الدموي عشان تطلع النبات الحلو ده اللي طالع سميك اللي طالع لازق في التربة طالع كثيف طالع مش مقصف مش هايش مش مجعد يبقى انا عندي جزئين لازم اهتموا بيهم بصيلة الشعر ويه الشعرية نفسها اللي بتخرج برا سطح الجلد اللي احنا بنسميها في علم الدرماتولوجي او في علم الجلدية بنسميها الهير شفت طيب يبقى انا هاهتم ببصيلة الشعر ازاي بالغذاء الصحي اكلنا الخضار والفكهة الكتير اكلنا ليه البروتينات لان طبعا الاحماض الامينية المهمة لتكوين كيراتون الشعر وكولوجين الشعر هو اربع احماض اامينية سيستين لايثين ميثيونين أرجينين طلاثم طبب ليه يا دكتورة احماض الامينية دي قلتيها عشان قديمة وجودة برضو في منتج جروهير الجاملز مش بس في بايتين مش بس في فيتامينز اي و سي و اي ومش بس في معايد ومش بس في حديد ومش بس في زنك ده كمان في احماض الامينية اللي بتعيد تركيب كيراتون الشعر وكولوجين الشعر عشان يطلع شعر سميك صلب كسيف معالج مفوش اي مشاكل منها يشان او الجفاف يبقى احنا كده اول حاجة هتمينا بيها هي التغذية الصحية وطبعا المالتي فيتامين اللي هناخده مرة او مرتين في اليوم لمدة لا تقل عن من 3 ل 6 شهور لي يا دكتور من 3 ل 6 شهور لان دورة الشعر ويتكوينها وانها تطلع صحية ونتخلص من الشعر المجعد اللي هو الثين هير الرفيع المقصف اللي فيه الفلكتد انز اللي هي النهايات المفتوحة دي قولي يا دكتور انا شعر حلو قوي بس من تحت كده بحس النهاية بيفتح شعرتين ده غلط لان هو ده نحيف الشعرين نحيفة مش كثيفة مش قوية مش صلبة يبقى احنا كده اهتمينا بفروط الشعر وطبعا اديناها الغذاء المناسب ليه بصيلة الشعر عشان يطلع لنا شعر كثيف وصحي لو عايزين جروهير خلي بالكو ده اهم حاجة ان لازم يكون المنتج حاصل على ترخيص وزارة الصحة ما ناخدش اي منتجات اي حد يقول عليها اللي لازم اتأكد تماما ان هو حاصل على ترخيص وزارة الصحة لازم يكون ده مكتوب رقم تسجيل وزارة الصحة على العباوة اللي انا باخدها لازم اتأكد من النيوترينت فاكس او يعني بنقول المحتويات اللي موجودة اللي هي الفيتامينز والمعايدن جروهير جامز هتاخدوه من اثنين لثلاث مرات في اليوم زي ما قلنا ان هي مش حباية هي جامز بتطمص عشان تطلبوا المنتج تتصلوا على الارقام التليفونات الموجودة على الشاشة حابين ان انتوا تطلبوا الكورس كامل من ثلاثة لستة شهور هي العلبة فيها 100 جامز بتكفي من شهر لشهر ونص طبعا اكوردينج انت هتاخدها قد ايه يعني هتاخد اثنين جامز بس في اليوم طبعا هتقعد اللعبوة معاكي كمية اكبر عايزة نتيجة اسرع ونتيجة احسن في وقت قصير طبعا هناخد ثلاثة جامز في اليوم فهتكفي معاكي شهر وعشر تيان عايزة تاخد الكورس كامل وانا طبعا برشح ان انت لازم تاخد الكورس كامل عشان الشعر كله يبقى طالع صحي وما نرجعش تاني للمشاكل اللي بنعاني منها جروهير زي ما قلتوكو الارقام موجودة على الشاشة لطلب جروهير بجمز طب دكتور احنا كده علجنا فروة الشعر ودينا تغذية سليمة ادينا فيتامينز كتيرة ادينا معايدن منرولز ادينا احمد امينية ادينا كيراتين ادينا كولوجين وبصالة الشعر بقت قوية جدا وجهز تطلع شعرايا في منتهى الصلابة والقوة والكثافة طب يا دكتور الشعراء لما تطلع بقى اللي احنا قلنا عليها المكون التاني من الشعر هي الهير شافت هي دي الكونديشنز هي دي الشروط اللي انا بعايش شعري فيها يعني ايه الظروف ويعني ايه الشروط اللي بتعايش شعري فيها يعني انا بتعرض لكمية اتريبة وعوادم وسترس وفري راديكالز هل انا بخسله بشامبو معالج هل انا الشامبو ده فيه مواد فعالة كيميائية ضرة لان طبعا انتو عارفين ان فيه مادتين خطيرة جدا WHO وFDA قالوا ان المادتين الفعالة دول لازم يختفوا تماما من جميع الكوزماتيكس برودكت من جميع مستحضرات التجميل هي مادة السوديوم كولورايت او كولوريد السوديوم ومادة السوديوم سالفيت او سالفات السوديوم للأسف المادتين دول خطار جدا 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 ويمكن موجودة في اغلب المنتجات اللي موجودة في السوق السوق المصري والسوق الدولي والمحلي لانهما بيعتمدوا على المادتين الفعالة دي انهما تعمل رغوة تعمل فومنج اللي هو تحس بقى انت الشامبو والسوب او السوب ده بيرغي ببساطة شديدة السوديوم كولورايت هو ملح الطعام والسوديوم سالفيت هو مشتق سولت من ملح حمض الكابريتيك انت متخيلة انت بتخسير شعري بايه بملح طعام وبحمض الكابريتيك ايو دكتورة بستربيش بحس ان في حاجة بتلسعني ولا بحس ان شعري بيتضهور حالته ولا حس ان انا بحرق وما بطلعش شيطة يعني يا دكتور بعد الشوار طبيعي لاني موجودة في يعني بيتحط بتركيز خفيف جدا ما بيبقاش نتيجته ملحوظة في الوقت اللي انت بتاخدي فيه الشوار او بعدها باسبوع واسبعين لكن على مدار او مدى بعيد واستمراريتك على المنتج بعدها بستة شهور بتلاقي شعرك الضهور وده حل بناك كتير تقولك انا مشي على نفس المنتج يا دكتور وباكل نفس الاكل اللي باكله وباهتم بشعري بنفس الانهيركير روتين وبامشي على كل حاجة يمكن دكتورة صار بتقولها او اكبر دكاترة الدرمتولوجي في مصر وبرا مصر بيقولوا عليها ليه شعري الضهور فجأة دوري دايما على المنتج اللي بتستعميه هتلاقي فيه مواد فعالة ضارة بتضر الشعر وانا بتأكد من يوم في المين اكيد فيه مادتين الصудиوم كولوريد اللي هما كولوريد الصدوم اللي ملح الطعام وسلفات الصدوم اللي هو ملح حمض الكابريتيك المادتين دول خطار جدا بليز اي بنت بتشتري اي منتج للشعر تأكدين ماكودة على لعبوها صلفات فري صدوم كولوريد فري المادتين دول خطار جدا انت بتحط ملح على شعرك ملح ده بيسبب الجفاف وبيسبب الخشونة وطبعا انتوا اكيد بتحسوها ان دايما بعد الشامبو بتقولو اذا انا حسن شعري بعد الشامبو بينشف فبتضطر ترى الطبيب البلسم وتضطر ان انت تسرحيه بسيرة متضطر ان انت تحطي كونديشنر صح لان المادتين دول الموجودين في الشامبو هم دول اللي عملوا الخشونة دي حاجة اسمها الضغط الإزموسي بيسحب الرطوبة الموجودة في شعرك تخيالي بدل ما بتعالجي شعرك انت بتسحب الرطوبة يعني بتجف فيه النبات عندك موجود عمالة تمص منه التغذية وعمالة تمص منه المية فالنبات بيدبل واحدة ورد تانية بينشف يبتدي الورق يسقط اللي هو تسقط الشعر تبتدي الشجرة نفسها تضعف تبتدي نخش في مشاكل الفراغات والصالع الوراسي ومشاكل الشعر اللي ملهاش نهية يبقى اول حاجة لازم اتأكد موجودة في الشامبو عندي مفيش سوديوم كولورايت ومفيش صالفيد طب يا دكتورة ايه المواد الحلوة اللي تكون موجودة في شامبو اعتمد عليها لازم الشامبو بتاعك يكون فيه احماض امينية مدعم بالكاراتين لان احنا بعد سن العشرين سنة بتوقف افراز الكاراتين والكولوجين في جسمنا نبتدي بقى نشوف العوامل البيئة المحيطة بينا الاسترس الشغل على حسب الناس اللي بتشتغل شغل مجهد جدا بيبتدي ان هو يعمل مشاكل عندي في الشعر والبشرة والكاراتين يبتدي يتكسر والكولوجين يبتدي يتكسر نبتدي نظهر علينا علامات تقدمه العمر يبتدي يظهر علينا مشاكل الشعر يبقى انا لازم اخد ده اكسترنال يبقى انا لازم اعوض الفاقد من الكاراتين والكولوجين اللي بتعرض عليه في الحياة العامة وابتدي ان انا يبقى موجود عندي في المنتج طب ايه يا دكتور تاني يكون موجود غير الكاراتين الكاراتين هو المكون اللي بيتكون من احماض امينية يبقى لازم يكون موجود في احماض امينية طب دكتور زمانة عن زبدة الشاية فيش مشكلة لازم يكون يبقى فيه زبدة الشاية زبدة الشاية الألوفيرا السبار الراسبري كل الحاجات دي مرطبات يعني مرطبات يعني ما بتسببش جفاف الشعر لو عندي جفاف شعر بتبتدي ترطب الجفاف الموجود فبالتالي بتحميه وبتحفظ شعري من خشونة الشعر لكن مش بتعالج تساقط الشعر المواد الفعالة لو قلتها زبدة الشاية الألوفيرا الجوجوبة كل الحاجات دي عوامل مساعدة ان انا بتحفظ لي على رطوبة شعري بتحفظ لي ان شعري ما يتساقطش بتحفظ لي على ان شعري يكون في الهيلف ستيت يعني اين هيلف ستيت يعني شعر صحي يكون الشجرة اللي قلناها او النبات اللي موجود في التربة الواقف الصلب اللي ورقه مراعرع واخضر وشكله حلو جدا لامع طبعا ومندور عليه وكثيف مندور على الكثافة طب يا دكتور ايه المواد الفعالة تانية اللي يكون موجودة مهمة جدا مادة الكافيين مادة الكافيين اللي هي موجودة في القهوة موجودة في الشاي مادة الكافيين دي مادة مهمة جدا 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 لعلاج تساقط الشعر لانها ببساطة شديدة لما بحط مادة الكافيين على فروة الشعر بعمل تنشيط للدورة الدموية فبالتالي النيوترينز او بالتالي المواد الفعالة المهمة الفيتامينات اللي موجودة في الغذاء اللي هو في اكل الطبيعي وموجودة في المالتي فيتامين جروهير الجامز اللي انا باخده اللي باخد منه اتنين جامس في اليوم من اتنين لتلات مرات في اليوم طيب انت بتاخد كده الدم ده وبتكسفيه فروة شعرك فبالتالي انا بدي تغذية كتيرة لفروة الشعر يبقى انا كده بعمل حاجة اسمها سينرجزم يعني ايه؟ يعني انا بقوي بصيلة الشعر انها تاخد اكبر عدد من الفيتامينات من المعايدة من الاحماض الامينية من الكيراتين من الكولوجين من كل العناصر الحلوة الجميلة الموجودة في الدم بتاعي وبكسفها فروة الشعر فبالتالي هل فروة الشعر هل بصيلة الشعر تسيب كده الشعراية تقع وتتساقط بسهولة؟ لا طبعا لان هي مديها الغذى السليم الصحي ومديله بكثرة كمان فبالتالي الشعر هيطلع صحي وهيطلع ايه كمان؟ كسيف ومش هيطلع نحيف مش هيطلع رفيع مش هيطلع متساقط يعني مش هيطلع شعراية بعد نموه معين في بنات بتقولي بص يا دكتور انا شعر ما بتورش بعيدة عن كتفي ما بتورش بعيدة عن هنا بس للرقبة ليه؟ لان الغذى اللي موجود في دمك خلاص انت عودت بصيلة الشعر ان انا اكتر من 20 سنتي الشعراية تقع فده تعود يبقى ايه كمان المواد الفعالة اللي احنا قلنا لازم تكون موجودة مادة كمان اسمها الكافيين ومادة اسمها ساو بالميتو ساو بالميتو لو دخلتوا على جوجل سيرش وكتبتوا ايه اهمية المادة دي مادة دي يمكن تريند بقال وفترة كبيرة في علم النانو تكنولوجي وعلم التجميل واصناعت مستحضرات التجميل المادة دي مهمة جدا لعلاج تسقط الشعر وعلاج فراغات الشعر طيب احنا عندنا تسقط شعر سبب لظهور صلع وراسي سبب لظهور فراغات الشعر احيانا فراغات الشعر والصلع الوراثي بيهاجم البنات وده مشكلة كبيرة جدا يبقى لازم اتأكد ان المادة دي كمان موجودة في الشامبون جايبالكو الحل اللي فيه كل المواد الفعالة اللي قلتها دي لعلاج تسقط الشعر وكمان حماية الشعر من الجفاف وعلاج خشونة الشعر وهيشان الشعر في منتج جروهير طيب دكتور احنا شايفين انه في نوعين شامبو في جروهير بالكارتن والكافيين وفي جروهير بالكارتن البنات اللي ما عندهاش تساقط ومعندهاش مشاكل للتساقط هي بس مشكلتها في جفاف الشعر مشكلتها انه عايزة شعر صحي عايزة شعر يكون كثيف ولامع يبقى هتستعمل جروهير شامبو بالكارتن كارتن في الأحماض الأمنية اتفقنا ليبقى في كارتن في شيابوتر في ألوفيرا في فيتامين اي و سي و اي في الصبار في كل المرطبات للشعر اللي موجودة وكمان المواد الفعالة المهمة لحماية الشعر من التساقط حمايته من الجفاف حمايته من الهيشان وكمان بيزود كسافة الشعر ده اول منتج موجود في مصر حاصل على ترخيص وزارة الصحة وكمان فيه أحماض أمنية فيه منتجات كتيرة حاصلة على ترخيص وزارة الصحة لكن فيه منتجات كتيرة ما فيهاش أحماض أمنية فيه أحماض أمنية وفيه كمان مادة الكارتن السستين والليستين والمثونين والأرجينين الأحماض الأمنية اللي قلنا مهمة جدا لتكوين كارتن الشعر كارتن الشعر ده مهمة جدا لصلابت الشعر قوة الشعر لكسافت الشعر ومنع تساقط الشعر كده عارفنا ان جروه هير شامبو حصل على ترخيص وزارة الصحة وانا مستنية ان انتو تستخدموا جروه هير شامبو ومتأكدة من الفيدباك ومتأكدة من النتيجة اللي تبعتها اللي تقولولي اول مرة نستعمل شامبو ما بيسببش خشونة كل البنات بيستعمل شامبوهات طولي يا دكتور شعري بيخشاني او بعد الشامبو طب انا لازم حط بالسم بكميات كبيرة طب اعد ايه بالبلسم طب انا عايز ارطبه بحمامات كريم عايز ارطبه بسيرة عايز ارطبه بحمامات زيت الشامبو الاول الموجود اللي حصل على ترخيص وزارة الصحة في مصر اللي بيعالج تساقط الشعر بيعالج هيشاني وجفاف الشعر وكمان بيعمل نعمل الشعر طب يا دكتور فيه شامبو تاني اسمه جروه هير بالكرة والكافيين الفرق بين الاتنين لو عندك غير مشاكل الشعر جفاف وهيشاني وفيه زيادة عليه تساقط شعر وفراغات شعر يبقى لازم تاخذي جروه هير بالكرة والكافيين كنا لسه قالين ان الكافيين مهم جدا لزيادة تنشيط الدورة الدموية لعلاج تساقط الشعر تنشيط بصيلات الشعر عشان الشعر يمنع تساقطها يمبقاش فيه تساقط والشعر كمان تتغزى قوي بالتغزية اللي انا بخدها فيه جروه هير الجامز واللي بخدها كمان فيه الاكل الصحي اللي باكله والفكهة اللي باكلها كل يوم يبقى احنا كده خلينا نتكلم نقول كلوز اللي احنا قلناه احنا قلنا دلوقتي اهم حاجة المالتي فيتامين عشان احمي بصيلة شعرتي انها توقع الشعرية او انها تتخلى عن الشعر بسهولة ويكون وصلها فيتامينات ومعادل مهمة ومالتي فيتامينز مهمة يبقى معانا مالتي فيتامين جروه هير جامز بناخد من حبيتين لتلاتة او من اثنين لتلاتة جامز في اليوم ونمدة من ثلاثة لستة شهور نخش بقى بعد بصيلة الشعر عايزين نعالج الهير شفت الشعرية طلعت فيها مشاكل عايزين نعالج المشاكل اللي موجودة في الشعر جروه هير شامبو جروه هير شامبو بالكيراتين وفيه كمان جروه هير بالكيراتين والكافين لو عندك مشاكل جفاف هيشان خشونة شعر فانت هتستعملي جروه هير شامبو بالكيراتين لكن لو عندك علاوة على المشاكل ذي زيادة كمان في تساقط شعر وفيه كمان فراغات شعر او فيه بداية لصالع وراسي يبقى لازم تستعملي شامبو جروهير بالكاراتين والكافيين زي ما قلت لكم ان فيه لو انتم عايزين تطلبوا المنتج طبعا حصل على ترخيص وزارة الصحة لو انتم حابين انتم تطلبوا الأوردر على تون أونلاين موجود أرقام التليفونات على الشاشة تقدروا تطلبوا جروهير الشامبو والجمز طيب يا دكتور احنا دلوقتي دخلنا في قصة أكبر من كده أنا خلاص بقى عندي صلع وراسي وعندي فراغات وبس تعمل الشامبو هل الشامبو كافي ان انا اعالج صلع وراسي او تساقط الشعر بالتأكيد لا لازم يكون معايا عامل مساعد أمبولات بحطها برشها دايركت بقى برشها على فروة الشعر من مرتين لثلاث مرات طيب جروهير معانا تليفون طيب دكتور اسماء 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 منين من سهاج احلى متابعين اهل السعيد بحب سهاج جدا نص متابعيني كلهم السعيد حبيبتي ربنا يخليك حبيبتي تسلاميلي تفضلي يا اسماء بحبك قوي بحبك قوي وكل كل كلامك ثقة 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 حبيبتي ربنا يخليك الي يا رب حبيبتي انا دوافري انا عندي فؤالين ممكن اسأل تفضلي طبعا تحت امرك انا عندي دوافري مش بتدول ولما بتطولها بتقصف يعني بلد خالص وحوالين ايدي كده من هو قبل دوافري الجلد بيتقشر تمام انا مش هارس اعمل ايه تراحة في مشاكل يا اسماء في الشعر ولا هي دوافر بس نعم في مشاكل في الشعر ولا هي دوافر بس لا دوافري الشعر في تساقط في خشونة اه اه ايه طبعا اه وخشن وخشن وهيش ومش بيطور طيب يا اسماء في اي استفسار تاني هجاوبك حالا دلوقتي يا اسماء لا يا اسماء حبيبتي ربنا يخليكي وشكرا ليكي والاهل السعيد والاهل سهاج اه طبعا ده سؤال مهم جدا جدا انا لسه كنت بقول ان مادة البيوتين مهمة جدا للشعر مادة البيوتين مهمة للشعر والدوافر البنية اللي دوافرها بتطلع وتقصف او البنية اللي بتقولي انا دوافر ما بتطولش خالص وبالتالي كمان رموشها ما بتطولش وشعرها بيبقى فيه مشاكل عشان كده انا سألت اسماء هل عندك مشاكل في الشعر لان انا كنت متأكدة ان اكيد فيه خشونة وفيه جفاف لان فيه نقص عناصر غذائية مهمة نقص زنك ونقص بيوتين يبقى انت دلوقتي لازم تاخدي اي دوا او مالتي فيتامين موجود في الصيدلية فيه زنك وتاخدي الزنك من 3 ل 6 شهور انا متأكدة يا اسماء لو انت توجهت الاقرب ما اعمل تحليل وعملتي تحليل للمعادن اللي موجودة فيه الدم هتلاقي الزنك وليل جدا فبالتالي لازم تاخدي مالتي فيتامين فيه زنك من 3 ل 6 شهور ويا ريت تعملي التحليل عشان تتبعي طبعا ايه النسبة هل زيدت ولا لا ولازم تاخدي بيوتين اللي موجود معنا في جروه هير جامس بيوتين هيفرق معاك جدا فطول وكسافة شعرك وضوافرك ورموشك وحواجبك يعني دايما يقولي يا دكتور البيوتين انا فيه بنات بتاخده عشان طول الشعر بنت بتكلمي تقولي يا دكتور انا لاحظت ان انا رموشي حصلها كسافة طبعا البيوتين بيزود كسافة الشعر الشعري اللي طالع من فروة الشعر الحواجب البنات اللي بتعاني من ان الحواجب بتكون خفيفة بتالي الرموش لو الرموش بتتساقط او الرموش خفيفة والضوافر ودي اهمها بنات اللي بتعاني من تأصف الضوافر او بيبقى فيه زواية جلدية حوالين الضوافر او ما بتطولش اصلا وطبعا بالتالي عندها مشاكل فطول الشعر وطول الرموش لازم تاخدي بيوتين الجامز جروهير اسماء انت عندك ارقام التليفونات موجودة لو حاب ان انت تكلمي ارقام التليفونات عشان تحصلها على المنتج جروهير جامز ولو انت حابة تتوجه الارب صيدلية تحصلها على المنتج فيش مشكلة هو حصل على ترخيص وزارة الصحة بس كلمي رقم التليفون عشان يبعتوليك الوردر لغاية البيت جروهير الجامز مهمة جدا 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 ليه علاج تقصف الضوافر ودي نقطة حلوة جدا جدا ان البنات اللي بتعاني من تقصف الشعر وتقصف الضوافر وتقصف الجلد كمان لان ده اسمه تقصف جلد الجلد اللي بيبقى حاولين الضوافر بيبقى مقطع كده بيتقال عليه زي الايه شبه السمك قشر السمك فطبعا لازم تهتمي بتغذيتك طبعا مش اهم من المولتي فيتامينز اهمها طبعا الغزاء لازم تاكل خضار كتير لازم تاكل كل ما هو اخضر خيار كابوتشا في الاخضر في الالوان لازم تاكل طبعا بروتينات الموجودة في اللحمة الحمرة والكبدة طبعا ده اهمها اللحمة الحمرة اللحمة الحمرة مش الفراخ طبعا مهم جدا معاك اوميجا ثري و سكس و ناين وده اللي انا هقوله في امبولات جروهير نرجع تاني لمشاكل الشعر قلنا احنا طبعا حصل تساقط حصل مشاكل كتيرة في فروة الشعر فابتدى تظهر عندنا فراغات بدنا نخش لمرحلة كبيرة هي الصلع المبكر اللي بيقول عليها الالوبيشا طب يا دكتور نلحق المشكلة دي قبل ما يحصل لنا صلع وراسي بايه بجروهير الفايلز ماشي احنا بخسل شعري بالشامبو من الكرة والكافيين قلنا عشان ده بيعالج تساقط الشعر ماشي اخر فانا لازم احصل شعري من مرتين لتلات مرات في الاسبوع يبقى غسيل الشعر من مرتين لتلات مرات في الاسبوع مش اكتر لان اكتر من كده يبقى انا بعرض لشعري التساقط عوامل المية ocas انا بتقل الشعر اجيا من مشهتي قطاعها فبتددي تقع يبقى انا المفروض غسيل الشعر السحي من مرتين لتلات مرات طب انا عايز استخدم بهاني يومي من مرتين لمرتين في اليوم مباشر على فروة شعري عشان اديها الغزة المناسب عشان عالج يا دكتور الفرغات عالج الصلاع الوراثي عالج التساقط يبقى هو الحل الامثل جروهير الامبولات هي امبولات توبيكل يعني ايه يعني مش بناخدها لا في عضل ولا وريد هي امبولات توبيكل ياريت لو الكاميرا اه زي ما انتوا شايفين علبة جروهير فيها خمس امبولات وفي بلاستيك كده ابليكيتور ايه يا دكتور دي البلاستيك ابليكيتور هي دي البيبات اللي بتقال عليها لان انا بستخدمها عشان استعمل المنتج بمنتهى البساطة هتاخدي الامبولة دي اهو زي ما انتوا شايفين هتشيلي البلاستيك كاب اللي موجود عليها اهو وبعديها هتحطي الابليكيتور اللي انا قلت عليه اللي هو البيبات اللي هي دي اللي بتوصل للمنتج لفروة شعري او اللي انا بعمل بيها ابليكيشن لشعري وبيبقى المنظر كده يبقى هي كده جاهزة للاستخدام كده انا الامبولة دي هستعملها على طول طب ليه هي واحدة بس الابليكيتور اللي موجودة في العبوة لان انت بتشيليها كل امبولة بتخلص بتشيليها وبتستعملي بيها الفايل التانية التالتة الرابعة الخمسة لغات ما العبوة كلها بتخلص الفايل الواحدة 10 ميلي 10 ميلي يعني بتكفي استخدام من اسبوع لعشرة ايام وطبعا ده اكوردنج للاستخدام بتاك هل انت بتحطي على فروة الشعر كلها هل بتحطي نقطتين 3 نقط ولا بتزويد الكمية وزي ما قلتلي كنت بتستعمليه مرتين في اليوم بتشيلي الوايت كاب دي وبتدي اقلب زي ما انتوا شايفين هوا بتديت ان انا اقلب المنتج بتغد عليها ضغطة بينزلني نقطة نقطة هل شايفين نقطة نقطة طبعا ده مختلف تماما عن اي وانتجات موجودة في السوق اول ما جا حط على فروة شعري ودي مشاكل بنات كتير بتعاني منها اول ما جا حط المنتج المنتج نزل على وشي ونزل على شعري ونزل على هدومي ونص العبوة خلصة بجي تاني يوم وثالث يوم اشتري عبوة تانية طب دي مشكلة طبعا مشكلة كبيرة ان انت بتفعي فلوس كتير منتج فلوس اكتر واكتر لكن هنا بيتحكملك في الاستخدام لاني زي ما انتوا شايفين دي تكنولوجي جديدة للأبليكيشن يعني حتى الباكتج كمان اهتموا شركة رويا الفرما انترناشنل ان يكون المنتج كل نقطة بتنزل منه وانت بتستفيد منها واهتموا ان ما يهدرش من المنتج منه كميات فالتالي بيحافظوا على فلوسك اللي بتتدفع في المنتج ده يعني كل نقطة موجودة في المنتج انت بتستفيد بيها فروة شعرك بتستفيد بيها مصيلات شعرك وشعرك كله بيستفيد بيها طب يا دكتور انا احط ازاي المنتج على فروة شعرك بتشيل الوايت كاب دي وتبتدي تنقطي على فروة شعرك نقط على كل فروة شعرك مش بس المناطق اللي فيها الفراغات او اللي فيها الصلاع الوراسي كل فروة شعرك طبعا كمية كبيرة فروة الشعر فانتسي هتعودي فيو ساكنز هتعودي ثواني تحطي المنتج وتعملي مساج بسيط لفروة شعرك لازم تعمله المساج طب يا دكتور ايه همية المساج طبعا في حركات دائرية كأني بهرش في شعري طب ايه همية المساج اولا بتأكد ان المواد الفعالة الموجودة في المنتج امتصت ووصلت لأعمق طبقات الجلد فبالتالي وصلت لبصائلة الشعر وانا اديتها الغذاء المناسب او اديتها المواد الفعالة الموجودة في المنتج طب ايه تاني اهمية المساج بتاع فروة الشعر بزود من تنشيط الدورة الدموية طبيعي جدا ان المساج بيزود تنشيط الدورة الدموية وانا بقى مندياله كمان عناصر غذائية مهمة ومندياله مواد فعالة في المنتج فانا بزود البصيلة الشعر الامداد الدموية عندها عشان يمنع تسقط الشعر وعشان يعالج القلوبش وعشان يعالج الصلاع الوراثي يبقى احنا كده اخدنا الجرو هير الفايلز هنستعمله مرة او مرتين في اليوم وابتدي ان انا لو انا عندي طبعا القلوبش او صلاع وراسي يبقى ثلاث مرات ابتدي انقض زي ما قلتلكوا تدريجان عن فروة الشعر بعمل مساج 10 ميلي الفايل الواحدة 10 ميلي وبتكفي قد ايه يا دكتور دا السؤالي الناس كتير بتسألني عنه بتكفي برضو حسب الاستخدام طبعا وحسب كسافة شعر كل واحد بتفرق من حد لحد لحد ممكن تكفي من شهر لستين يوم يعني ممكن شهر او شهرين شهر وعشرين يوم شهر وعشر تيام طبعا باستخدامك للمنتج جروهير استكمالا المواد الفعالة اللي انا قلتها لكم العمال اقول لكم بيها محتوى على احماض الامنية المهمة للشعر والتكوين كرة الشعر جروهير فيه كمان سستين وليسين ومثيونين وارجينين فيه مادة الساو وبلميتو اللي قلتلكوا انها عاملة طفرة جينية في علم الكوزماتيكس وعلم التجميل وخاصة عن علم علاج تسقط الشعر وعلاج مشاكل الشعر مهمة جدا كمان مادة الكافايين اللي بتزود تنشيط الدورة الدموية وبالتالي بتعالج تسقط الشعر فيه كمان مواد الاوميجا اللي هي الاحماض الدهنية اوميجا ثري و سكس و ناين كلنا بلا استثناء عارفين الاحماض الدهنية مهمة جدا للشعر اوميجا ثري و سكس و ناين مهمة جدا جدا الشعر يكون صحي يكون كثيف يكون سليم يا دكتور يعني مش نحيف لأ ما يكونش نحيف الشعرية ما تكونش مجاعدة ما تكونش فلكتد اند يعني ايه فلكتد اند يعني مكسرة ما عديش مشكلة النهايات اللي هي ال اوبن اند او النهايات المفتوحة بتاعة الشعر وكمان لو فيه تسقط الشعر بيعالج تسقط الشعر وبيعالج الصلع الراسي كل المجموعة الحلوة المكونات الجميلة اللي انا قلت عليها المواد الفعالة المهمة دي موجودة في الفايلز موجودة في جروه هير الفايلز موجودة في امبولات جروه هير لعلاج تساقط الشعر علاج الصلع الوراثي وفراغات الشعر انا كده بقول لكم على روتين يومي واسبوعي وشهري لعلاج الشعر او الاهتمام بالشعر او العناية بالشعر من اول المالتي فيتامين الجروه هير الجمز اللي هناخده من اتنين لتلات جمز في اليوم لغاية الشامفول اللي هنخسر شعرنا مرتين تلات مرات جروه هير لو انا بعيني من جفاف او خشونة او انا مش بعيني من اي مشاكل شعر بس انا لازم اقسل شعري بشامبو صحي حصل على ترخيص وزارة الصحة يبقى جروه هير بالكرة ولو انا عندي مشاكل تساقط شعر وعندي فراغات شعر او عندي صلع وراسي فانا لازم اقسل شعري بشامبو جروه هير كرة والكافيين ويبقى الروتين اليومي ان انا لو عندي مشاكل تساقط شعر او عندي فراغات شعر او عندي صلع وراسي يبقى لازم استعمل جروه هير امبولات امبولات جروه هير بتستعمل من مرة مرتين او تلات مرات في اليوم لو انا عندي مشاكل في تساقط الشعر عندي تساقط غزير يبقى انا بستعمل مرتين في اليوم جروه هير ما فيش مشاكل ان انا لو بستعمله اكتر من مرتين ما بيعملش مشاكل لا بيعمل انفلاميش ما بعملش التهبات لبصائدة الشعر ما بيسببش تلذي الشعر يعني فيه منتجات للأسف موجودة كثير بتسبب الاحساس الشعري ملزة دكتور ام بحط المنتج وبعدين شعري بيلزة وبيشكل وحش وبنزل في التراب والتراب خالص انت مش هتحسي بكل سايد افاكت دي ومش هتحسي بالأسفار الجانبية دي لدي استعمالك لجروه هير الفيلز انت بتستخدمي الفيل بتحطي فيو دروبس نقطة بسيطة على فروة الشعر بتعملي السيرقيوليشن او المساج اللي قلنا عليه فروة الشعر بيومتص تماما مجرد انت بقى بتصرحي شعرك طب دخلنا في حتة تانية كده على تسريح الشعر طب يا دكتور هو انا صرح شعري بايه دكتورة سورا المهدي طلت على صفحتها وعلى الانستجرام قالتنا صرحوا شعركوا بمشت خشب اكس طلعت على صفحتها قالت صرحوا شعركوا ببلاستيك بنات تانية قالوا لا احنا هنجيب بقى فليات وده تريند ظهر جديد يقول لا اصل فليا سنونها ديقة فانا لما بعمل فروة الشعر جامل بيها فبالتالي انا بزود امداد الدورة الدموية فبالتالي الشعر هتبقى صحية هو حلو انها بتزود الدورة الدموية بس مش حلو السنون ديقة فبتقطع الشعر فانا بعمل مشاكل لشعري طب يا دكتور ايه بقى في الامشاط طب الفرشة يا دكتورة سمعت عن الفرشة الايونيك طب سمعت عن كذا سمعت عن كذا خلونا نرجع بقى الزمان ايام جدودنا وايام تيتا اللي يرحمها كانوا بيه يسررحوا شعرهم بايه بمشت خشب هنسرح شعرنا بمشت خشب وطريقة التسريح الصحيحة هو من تحت لفوق يعني من تحت لفوق عشان فيه ناس بتفهم غلط يعني انا انا جيب شعري كده لا تبتمسكي شعرك بتسرحي تحت الاول وبتدي بعدها تتسرحي فوق تبتدي بقى تسرحي شعرك من فوق طب يا دكتور هو مبلول لا حزاري شعرك وهو مبلول تسرحي شعرك بمشت خشب او بلاستيك او وريفر هتتسرحي بايه المية اصلا موجودة على الشعر ومتقلة شعرك فلما تستعملي مشت انت بتعملي كمان قوة بتعملي قفرت على الشعر فبالتالي هتسقطيها وكمان هت يعني لو فيه مشكلة في الخشونة او في الجفاف هتاخد كمية كتلة من شعرك بسهولة جدا في المشت وكمان هتسببي جفاف هتسببي جفاف ليه لان المية اللي موجودة على الشعر دي وانت بالمشت ما خلتهاش تلحق تبقى موجودة على الشعر اشان تمتص طب يبقى دكتوره ايه طريقة التصريح المزبوطة انا بسرح بمشت خشب ببتدي من نهاية الشعر بعدين بطلع لغاية مقدمة الشعر ولازم اسرح وهو جاف او منادي مايبقاش مبلول حزيري الشعر يكون مبلول اسرحه اسيبه يجف افك شعر لغاية مايبتدي يبقى المية ابتدت تتبخر شوية او ابتدت ان هو ينشف وبعدها ببتدي بقى بمشت خشب اسرح من تحت الفوق طب يا دكتور احنا لازم نديله عامل مساعد لازم نديله سيرم نديله لوشن صح صح يبقى انا كده لما سرح شعري كل يوم وهو جاف او منادي لازم احط جروهير لوشن هو دهان يومي للشعر طيب يا دكتور ليه مش سيرم وسيرم برضو السيرم كويس جدا للشعر واللوشن برضو كويس جدا للشعر ليه انا جاب لكم جروهير لوشن النهاردة عشان خشونة و جفاف الشعر يعني لو انا شعري مفوش اي مشاكل من الجفاف والخشونة مجرد ان انا بستعمل يعني منتج فيه مواد فعالة مغزية للشعر يبقى انا بستعمل جروهير السيرم اللي فيه الكراتين وفيه الكفايين وفيه المواد الفعالة الجميلة اللي اسألة عليها احماض الدهنية والاحماض الامينية والكفايين والساو بالميتو والالوفيرا والشياباتر وكل المواد الفعالة الحلوة دي موجودة في جروهير سيرم لو انا شعري معندوش مشاكل جافاف او خشونة طب لو انا شعري جاف وخشن وده كانت مشكلة اسماء اللي كلمتنا يبقى لازم تسراحي شعرك بجروهير لوشن اللوشن بيكون خفيف على الشعر بيمتص بسرعة من خلال الثقوب البورز او مسامية الشعر وبيتغلغل الشعراية نفسها جوه وطبعا الاحماض الامينية اللي فيه والكرة والكفايين اللي موجودة فيه جروهير لوشن بتديله قوة بتديله صلابة بتديله تغذية يعني الهير شفت كمان ماينفعش نحرمها من الغذة لازم نغذيها يبقى بصائلة الشعر بغذيها بجروهير جامز وكمان الشعراية نفسها بغذيها باللوشن واللوشن سهل جدا استخدامه ولازم برضه يكون متأكدة ان المنتج حاصل على ترخيص وزارة الصحة كل اللوين جروهير حاصل على ترخيص وزارة الصحة ايدي جروهير لوشن طبعا انتو شايفين الاند باكتج باكتج حلوة بنات اللي بتدور على شكل المنتج اللي بتستعمله يكون بريشيس يكون المنتج يكون غني ومبنات اللي بتدور طبعا على المواد الفعالة فيه مواد فعالة كتير جدا زي ما قلنا الكافيين والأحمد الأمانية والدهنية وفيه الكرة وفيه كمان الألوفيرا اللي هو مادة الصبار وفيه كمان الشياء بطر زبتة الشياء الهاوسة بنات كتير مع السوشيال ميديا اللوشن باخد منه بس فيو دروس نقطة بسيطة على ايدي ومساش بسيط بأيدي وبعدين اخطه على شعري موفيش مشكلة ان احطه على فروة شعري وابتدي اسرح بالطريقة الصحيحة اللي قلتلكو عليها مش تخشب من تحت لفوق وابتدي اسرح شعري وياريت لو بنات شعرها كسيف أو طويل تقسم شعرها أربع أجزاء أو تقسم شعرها جزئين معانا نيرمين من سهاج أهل سهاج النهاردة بيتابعوا بس جمالك مع سر المهج يا نيرمين يا نيرمين ازايك يا سهاج عامل ايه يا نيرمين حبيبتي ربنا يخليك ويحفظك تفضلي يا سهاج نيرمين سؤالك عن ايه انا عندي قشرة شعر وشعر مش هزي يطور القشرة كسيفة والقشرة مزمنة يعني بقالها كتير على فروة الشعري انت كتير بتعني منها ولا هي موسمية بتجي بين فصل الصف والشتة يا نيرمين هي القشرة موسمية يعني بتجي لك بس بين فصل الصف والشتة والموجودة طول السنة عندك مش عارف ايه طيب يا نيرمين احجابك دلوقتي على طول طبعا نيرمين برضو من احدى المشاكل اللي موجودة قشرة الشعر بس احنا عندنا مشكلتين فيه ناس عندها قشرة مزمنة اللي هي بتبقى موجودة طول السنة وفيه قشرة بتكون موسمية اللي هي بتبقى موجودة بين السيزون او بين الفصول في كلتا الحالتين علاجها سهل جدا جدا انت اهم حاجة يا نيرمين ما تستعمليش شامبوهات فيها سوديوم كولورايت وسوديوم صالفيت انا مرة اتكلمت كتير قبل كده عن السوديوم كولورايت والصالفيت والنهاردة كمان اكدت ان المادتين دول وحشين جدا للشعر ومضرين جدا للشعر وهي دي اللي عملت عندك القشرة لان طبعا انا قلت ملح الطعام وحمض كابريتيك عارفين حمض كابريتيك ده اللي هو عامل زي مية النار او هو تقريبا مية النار فتخلي انت حطها على فروة شعرك فهي دي اللي بتخلي الجلد يقشر فانا بالتالي لازم اوقف المنتجات اللي انا بستعملها فيها مادة السوديوم كولورايت او كولورايت السوديوم والسوديوم سالفيت وابتدي استعمل منتجات لعلاج الاشرة منتجات علاجية موجودة في الصيدلية طيب موجودة في الصيدلية يا دكتورة يعني هتسبب جفاف كل منتجات علاج الاشرة او شامبوهات علاج الاشرة هتسبب جفاف يبقى لازم بعد ما تاخد الشامبو بتاعك بالشاور بتاعك بالشامبو لعلاج الاشرة لازم تحط جروهير لوشن عشان الخشونة اللي حصلت موجودة في فروة الشعر وعشان الخشونة اللي موجودة في الشعر نفسه نعالجها يبقى انت هتجيبي شامبوه علاجي القشة طبعا تبعيدي عن الشامبوهات التجارية شامبوه طبي علاجي موجود في الصيدلية وتقدر يتكلمين على الكليفون أو الأرقام اللي موجودة على الشاشة طبعا المنتجات كلها حصلة على ترخيص وصورة الصحة وكلها من الصيدلية وبعدها هتحطي اللوشن دهان يومي مش هتحطيه على فروة الشعر انت هتحطيه على مؤخرة الشعر بس أو على الهير شافت اللي هي الشعراية اللي طلعت برة فروة الشعر ليه لأن الشامبو وعلاج القشرة للأسف بيسبب خشونة فبالتالي أنا بعالج الخشونة بيجروه هير لوشن هتمشي على العلاج من 3 ل 6 شهور وهقول لك وصفة كمان طبيعية تعمليها مرة أو مرتين في الشهر ما تزوديش عن مرة أو مرتين في الشهر بعد ما تغسلي شعرك بالشامبو وعلاج القشرة هتجيبي طبق فيه ميا فترة تحطي معلقة خل خل اللي موجود في المنبخ تحطي معلقة خل وممكن عصرة لمونة وممكن تستغني عن عصرة الليمونة عشان ما نعملش التهبات لفروة الشعر وتقليبيهم وتشطفي بيه شعرك بعد ما خلصتي الشامبو خلصت وشطفي بيه شعرك لأن الخل والمية الوصفة دي حلوة جدا لمنع ظهور قشرة الشعر فلو عندنا قشرة ونعمل وصفة طبيعية دي طبعا مع العلاج مع جروه هير اللوشن شعرك هتلاقيه بقى في حتة تانية خالص يا نبني وطبعا ما تنسيش المالتي فيتامينز ما تنسيش التغذية الصحية المناسبة لكسفة الشعر وطبعا قليلي جونك فود أو قليلي اللي هي اللي هي بتقال عليها الأحماض الدهنية المشبعة اللي هي الأويلز المقليات البطاطس المحمرة الحاجات دي كلها للأسف هي اللي بتزود من القشرة لأنها بتزود إفراز الدهون من بصائلات الشعر فبالتالي بتساعد في تكوين القشرة لأنها بتساعد في تكوين بكتريا فخلي يبقى دايما غذاءنا صحي بعيدة عن الدهون بعيدة عن المقليات بعيدة عن الجونك فود اللي هي الأكل اللي بنجيبه من برا نرجع تاني ليه لعين جروه هير اللي حصل على ترخيص وزارة الصحة المليء بالمواد الفعالة المهمة لعلاج جميع مشاكل الشعر من أول اهتمامنا لمصائلة الشعر من أول جروه هير جامز اللي هاخده مرتين أو ثلاث مرات أنا حابة أفتح العبوة قدامكم النهاردة وهاخد واحدة جامز ده بالفليفرز كمان ده بالفراولة وفيه كمان فليفرز موجودة فيه كتير يعني فيه بالبنات اللي بيحبها البرتقان يعني كمان هيساعدك أن انت تفضل يمشي على المالتي فيتامين بتاعك البنات اللي بتعطي لأنا بنسا يا دكتور ببقى في الشغل يا دكتور لا ده هيساعدك لأن انت أكيد بتاكلي بمبون في الوكندي طول اليوم فاجروه هير حلو قوي وكمان فليفر وكندي وكمان مالتي فيتامين فيه البايتين فيه بايتامين A وC وE فيه كمان الأحماض الدهنية الأوميجا 3 و609 فيه كمان B12 B6 B3 وفيه كمان الناسين فيه البايتين المهم جدا اللي بنحلم بيه البايتين انه بيطول الشعر بيطول الرموش بيعالج تأصف الضوافر بيعالج تأصف الشعر وكمان البنات اللي بتعاني من الضوافر ما بتطولش اخذنا المالتي فيتامين هنخسل شعرنا لو انا عندي جفاف او خشونة او بحفظ على شعري هتخسلي شعرك بجروه هير شامبو بالكيراتين لو عندك كمان مشاكل الشعر تساقط او ظهور فراغات او ظهور صلع وراسي يبقى نستعمل جروه هير بالكيراتين والكافيين طب يا دكتورة اللي هنستعمله يوميا أمبولات ترش على فروة الشعر بعمل مساج بسيط لفروة الشعر عشان امنع تساقط الشعر عشان يعالج فراغات الشعر والصلاع الوراسي يبقى جروه هير الفايل موجود فيه خمس أمبولات كل أمبولة 10 ملي بيكف معاك من شهر لشهرين استخدام يومي جروه هير فيل حلو جدا لعلاج فراغات الشعر لعلاج الصلاع الوراسي لعلاج تساقط الشعر ده استخدام يومي طبعا شفتوا الباكتج طبعا حلوة جدا وشفتوا البيبت دي او الابليكاتور اللي هما عاملينها دي حلوة قوي 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 ان انت تدي تحط كمية من المنتج وتبقي حريصة عن المنتج مايهضرش معاك وفلوسك ما بتروحش هضر طب يا دكتور إلا هنستخدمه يومي انا اللي هسرح شعري به السيرم او هستعمل الجرو هير لوشن طبعا ده اختلاف القراء البنت اللي عايق بتحب تستعمل السيرم حلو جدا واللوشن حلو جدا واللتنين مش بيسيبوا اي استيكي سنس مش بيسيبوا اي احساس تلزيق ما بيشعر مش بيلزق الشعر مش بيدي احساس دهني مش خطر على فروة الشعر لا ده بيمتص سريع جدا مجرد ما انت بتصريح شعرك ثواني بسيطة و بتبتدي ان انت يمتص المنتج يمتص و خلاص تبقى خلصت تصريح شعرك تشوفي بقى الهير توتوريال اللي بتعمليه طب يا دكتور ايه العادات الصحية اللي احنا بنعملها تكون لازم موجودة معايا في اليوم للحفاظ على شعري واللي يكون شعري صحي اكل الخضار الكتير شرب الميا شرب الميا الكتير من الثلاثة لاربعة لتر يوميا الناس لو قدرت من الثلاثة لتر يوميا لازم مهم جدا ايه كمان لازم كمان شعرك تخسليه مرة او مرتين في الاسبوع مش اكتر مش هخسله كتير مش هخسله كل يوم البنات اللي بتقولي طب انا شعري دهني يا دكتور سيبي شعرك مهوياء الدهون دي بتنتص او الدهون دي بتنشف طب لو انا عندي اشرة يبقى انا هخسر شعري مدة قدية مرة واحدة في الاسبوع بستعمل الشامبول علاج الاشرة وبعدها بستعمل اللوشن عشان لو انا محافظة على جفاف وخشونة شعري ايه كمان يا دكتور من العادات اللي احنا لازم يكون كين عليها ناكله الخضار والفكهة العسل الاسود البتنجان الفلفل الفلفل الالوان والخضار ده كله مهم شرب المياه كتير المشط يكون خشب ما سرحش شعري وهو مبلول كل العادات اللي احنا بنعملها دي او ممكن فيه يكون سلبيات في حياتنا اليومية او في الضايت بتاعنا اليومي لازم نبتعد عنه نبتعد عن الجنك فود نبتعد عن البنات اللي بتعمل هير توتوريال كتير اللي بتصبغ شعرها كتير اللي بتعمل كراتين كتير بتعمل علاج فرض الشعر كتير كل الحاجات دي مضرة للشعر اعملها مرة او مرتين في السنة it's maximum يعني ده الحد الاقصى بتاعك انك تصبغ شعرك لكن فيه بنات عندها هاوس الهير كالورين يعني حاول ان انت تبعدي عن صبغة الشعر كتير وتبتدي تعالج المشاكل اللي حصلت لك من الصبغة لقبل كده فيه كمان مشاكل كتير البنات بتعملها الهير توتوريال الغيرت يعني ايه يا دكتورة الهير توتوريال الغلط يعني تلاقي على طول بتعمل ضفائر الرستة ده غلط جدا على الشعر طب يا دكتور على طول ببقى مسيبية وانا ماشية في الشارع وانا ده غلط ان تسيب شعر كتير في الشمس في التراب في الاوكسيديشن اللي موجودة حوالينا ده برضو غلط طب يا بقى انا كده لو انا مشيت على العادات اللي دكتورة صارة المهدي قالت لعليها مع استعمال المنتجات طبيعية منتجات حصلة على ترخيص وزارة الصحة متوفرة في الصيدريات متوفرة كمان من خلال الارقام الموجودة دي ارقام الفريق الطبي الخاص بدكتورة صارة المهدي هيرد عليكم لو عندكم اي مشاكل هيكلموكو لو عندكم اي استفسار عن المنتج استخدامه عايزين المنتج يوصل لكم لغاية البيت تكلموا فريق الطبي اللي موجود الارقام الموجودة على الشاشة تكلموهم وتقولونهم اي مشكلتكم الفريق الطبي كلهم ده كثرة كلهم حصلين على بكالوريوس يا اما طبي يا صيدالة فطبعا ردودهم تكون طبية علاجية لكن لو في مشكلة كبيرة بيبتدوا انهم يدوكم عنوين المراكز انتم تتوجهوا لا اقرب دكتور عشان علاج المشكلة اللي دي اللي موجودة عندنا عايزين اي استفسار عن منتجية جروهير تكلمون في التليفون عايزة تعرفي استخدام الجمز الكورس الكامل نازم ناخد الجمز جروهير الجمز جروهير الشامبو جروهير اللوشن لو انا عايزة احافظ على شعري ما عنديش مشاكل شعر بس انا عايزة استعمل منتج اصق في 100% منتج حاصل على ترخيص وزارة الصحة منتج مشبع بالمواد الفعالة الغنية لعلاج تسقط الشعر لعلاج جفاف خشونة هيشان الشعر يبقى جروهير هو الحل الامثل لعلاج مشاكل الشعر طبعا فاينالي لو بنات اللي بتعاني من فراغات الشعر البنات اللي بتعاني من ظهور الصلع الوراصي والولاد اللي بتعاني من الصلع الوراصي يبقى هتاخد مجموعة جروهير الشامبو واللوشن وجروهير الجمز وكمان هتاخد جروهير الفايلز الأمبولات استخدام يومي مرة أو مرتين في اليوم بتحط على فروة الشعر ومشاج بسيط من 3 ل 6 شهور الكورس مايقلش عن 6 شهور علاج الشعر لازم لازم المتابعة لازم الصب وان شاء الله كل البنات وكل الولاد اللي عندهم مشاكل الشعر تتعالج مع دكتورة صرر المهدي ومع جروهير النهاردة كنت مبسوطة جدا معاكو كانت حلقة دسمة لعلاج مشاكل الشعر قلنا كل المشاكل اتكلمتوكو على منتج حصو على ترخيص وسارة الصحة منتج جروهير لو عايزين المنتج اطلبوا النمر الخاص اللي موجودة على الشاشة بالفريق الطب الدكتورة صرر المهدي هيجاوبوا على جميع الأسئلة وهيجاوبوكو كمان باستفادة عن جميع المنتجات نورتوني النهاردة كنت سعيدة جدا من الناس اللي كلمتني والبنات اللي كلمتني شكرا على مطابعتكو شكرا على الأسئلة الكتير اللي بتجي لي شكرا دايما على دعمكم لينا شوفكم في حلقة جديدة في برنامج جمالك مع صارة المهدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة